ماذا دخلتني للدين؟ كان الإنسان بحلنا كلنا كان الإنسان مضطر وكان في الغفلة وكان في المعاصي وكلنا أهل معاصي والله يتجاوز علينا وعليكم وكان الإنسان في واحد هذا الله المستعد الله يخلي حفلنا السورة الحمد لله لم يكن في سبوك قبل 2004 كانت ضحبنا والله لقد قلسنا لقد قلسنا هذه الله إلا بشقه لنفسه الحمد لله وستردموا لنوم مع ذلك تقول قال اللي افضح هذه وألف يا سيدة هذا الباب أرى يعاودي يجبن لك ضواساك وعاودي يمشوه قدام عبالله فانسأل الله أن يديم علينا ستره هو أن لا يؤمننا مكره وأن يختم لنا ولكم الصالحات وفتح لنا سيدنا ربي طريق وهزنا برحمته وقال لنا هذه الطريق ما بغيتها لكم لا أريدها لكم لا أرضاها لكم سيروا في هذه الطريق هذه وثمين سنشدهم طريق هنا في البداية طبعه كبيرا وفرحانيين وعجبنا الحال وكيف أن الدين حلواء ما يدخلون أن تدخلوا لنا يدخلوا هو هو ومن غيره هو ما كلا تديوا الاول ومن غيره هو الضذك فبدأت تحطوا لنا الضراغات عزك الله هل بغالب شوية بشوية باش نتفرزون تحطوا في واحد طريق معين وبدأنا تنزير فريوسنا وتنضيقها علينا وقال لكل شيء عندنا قريبا للحرام منه للحلال وبدأنا نصحبوا باللي ما يذكر لنا من مقامات الزهد والتعبد من الفضائل سرنا نحمله محمل الواجد وبدأنا نقولوا تحت من هذا الشيء الكفر والضلال فأقول لنا بغينا مع عزك نديره بغينا نقول له ملائكة كنطيرهم على الملائكة وبغينا منغلطوش وبدأنا نقشوا في ريوسنا ونضيقوا علينا فإذا بصدار بيجاب لنا الصالحين وبدأت يوضحوا لنا الضراغات بحيدوا علينا الضراغات بشوية بشوية بدأت يقنعون أننا ما شيء يبغى أننا بنادب فأن الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا أموراً أخرى وبدأنا نرجع الكلام سيد ربي فبدأنا نرجع الكلام مولنا القرآن الكريم بدأنا نلقوا فيه أننا بدين بيسا عندك فيه واحد مجموعة من الحرومات حتى لا نومني عادين الله عز وجل عندك مجموعة من الأمور لا تقرب لها لكن فين كان عندنا الإشكال الإشكال كان عندنا في بداية ستديون دينا هو أننا كنا تنصحبو بالذائرة المحرمات هي الأوسع ودائرة المباحات هي الأضيق فمن السبب دينا على ريوصنا دائرة المحرمات لأننا لا ندخلوا فيها لأننا ندخلوا فيها لأننا نحن نعيش في هذه الحياة الطيبة وجدنا ريوصنا ضيقين علينا دائرة المباحات لا نعيش فيها بالذهاب فبدأنا كالطحنة في واحد إنصح التعبير واحد للإنفصام إيهرمي متدين وبغير العيش ديني وإيهرمي مضيقها علي ركال حساسي مخنوق ماهو طريق فين كيل المشكين فمن اللي بدأوا الناس يأوذبها يفهمونا ويوضحوا لنا وكيبونا رجاع لمن بعد ما يتمشيش الفهم سير الأصل فمن اللي بدأنا كامشور الأصل بدأنا تنلقاوا باللي مثلاً قول الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم سكنا أنت وزوجك الجنة يا كبه هذه البديلة وهذا كان البديلة المحط بديلة المتحان اللي يدوز سيدنا آدم حتى يعرف آدم ويعلم أنه مخلوق ضعيف وأنه محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة وحي حيث بالزاف الناس تلقاهم ساكنة يقول لك أكون مكلاش بونا آدم من ديك شجراء كنحنا بحاقين كنتمتعوا بالجنة لن ألبذ كنتي غتبط لها نار اللول في الأرض يعني بقي مخلوقوش إذن أين مقامه قبل الخلق في الأرض يعني غيهبط غيهبط غير الله سبحانه وتعالى دار له ذاك الامتحان حتى يعلم آدم من نفسه أنه ضعيف وأنه سيحتاج إلى الله عز وجل أعطاه أحد صورة مصغرة على الدنيا أهياه كغتكون وقلنا يا آدم وسكنا أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما هذه دائرة المباح واسعة لما واسعة بل لا حدود لها ودائرة حرام ولا تقرب هذه الشجرة هذه الحرام مضيق صغير وقليل والمباح تسع مع رأسك ما تقول للي حرام في المشروبات ما خامر العقلة فهو حرام خلاص والشيء آخر سيخرج لكم من ودنيا مجرام مشكلة لا يوجده إذا كان شروبا يكتشفوه جديد في القمار وخما فيه شلمة يكتشفوه شروبا جديد في القمار سنقلبوه سنقلبوه على جوجة الحويج هل هو مضر بالصحة حبس هل هو من أنواع الخمور التي تخامر العقل حبس انتفوها جوجة الشروط سيطروا لعندك في الوسحى شرب إذن دائرة المباح دائرة واسعة جدا دائرة الحرام دائرة ضيقة ذاك شيش الله سبحانه وتعالى بصورة الأنعم اشقال قل تعالوا أكلوا ما حراما ربكم عليكم مدام الله الزوجة الغيبوا لنا الحرام واحد جوجة ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثلاثة عشرة لكني بصورة الأنعم مدام قال لنا هدو حرام يعني ما غير ما دونهم مباحا وحلا احلو الأنس مع قناة الأنس